ايه اكتر حاجة بتميزها او ايه اكتر حاجة اثارت اعجابك يعني فيها؟ التفاصيل الدقيقة منمقة جدا يمكن الموروث المملوكي او الفترة المملوكية في مصر كانت فترة مهمة جدا على المستوى التاريخي لأسباب سياسية واجتماعية كانت وضع مصر كدولة كان قوي جدا وكانت مصر دولة غنية جدا في الوقت ده فبالتالي وكانت هي مقر حكم للسلطنة كانت بتحكم منطقة كبيرة من العالم وقتها فطبعا منشئات السلاطين والامراء في الوقت ده كانت على درجة عالية من التميز والفن والابداع وطبعا ده يعني ده ترصب مهم احنا بنحتفي بيه النهاردة لان القاهرة في العصر المملوكي وكم العمائر والفنون اللي كانت موجودة في العصر ده واللي تورسناها الحد النهاردة يعني بتؤكد أو بتبين مرحلة مهمة من تاريخ الفن اللي نشأت في مصر وارتبطت بمصر كدولة وكأقليم حتى كامل يعني بمختلف العناصر الاجتماعية والسياسية اللي كانت موجودة فيه اللي عناصر تاريخية تعتبر في الوقت ده عايزة حدرتك تكلمني عن التنوع اللي موجود في التراز المعماري التقافي اللي موجود في مصر يعني تقافيا وتاريخيا قد أكيد زي ما قلنا في البداية لتنوع كبير جدا شكله ايه التنوع وشكلها ايه المراحل التاريخية اللي حضرتك من خلال أبحاثك ومن خلال صورك رصدتها التنوع ده بيظهر فيه منشآت كتيرة جدا يمكن يعني العواصم المصرية على مدى التاريخ من قول الفستات ثم العسكر ثم القطاع ثم القاهرة بامتدالات القاهرة اللي حصلت تاريخيا بعد كده لحد النهاردة كلها بتحمل ملامح مميزة جدا لو هنتكلم النهاردة في الحاجات اللي باقية من القصار اللي احنا نعرفها النهاردة من عصر الفاطمي عصر بن طرون ثم العصر الفاطمي وهكذا كلها بتحمل ملامح العصور بتاعتها بتحمل ملامح الثقافات اللي ارتبطت بيها واللي كلها تفاعلت جوه المنطقة دي اللي هي بنسميها دلوقتي القاهرة الكبرى أو بنسميها القاهرة التاريخية لو هنتكلم على المصطلح التاريخي في حالات غزو حصلت كتيرا لمصر حالات الغزو دي لناس زي الفاطميين أو الايوبين أو المماليين واستقروا في مصر وأنشأوا فيها عاصمة دولة ده بيحصل على فترات يعني ده بيحصل على فترة بتاخد وقتها الفترة دي بيتم فيها أن فيه ناس بتيجي وناس يعني وتعاقب لعصور وكل اللي بييجوا دول بيجوا من أماكن الأماكن دي بتحمل معها ملامح ثقافية معينة لما بتيجي هنا ويبدأ يحصل حالة استقرار وحالة حكم وحالة تجارة تفاعل اجتماعي وتجاري وسياسي لآخره بتبدأ أنها تتشكل بملامح أخرى وينتج عنها ناتج ثقافي معين ده اللي بيسيب أثره في العمارة بنقدر نفهم الملامح التاريخية دي من العمارة لما بنشوف مكان زي جامع سلطان حسن على سبيل المثال زي جامع سلطان ألوون في شرع المعز بنشوف في ملامح معينة لثقافات امتزجت في المكان ده وثابت أثرها بالشكل ده طبعا في الوقت ده كان السلطان موجود في القاهرة فبالتالي أهم المنشآت وأعظمها وأكثرها دقة في العمارة والفن بيتعامل لهذا السلطان فمن فترة السلطان قايد باي كذلك اللي هي فترة مهمة جدا في العمارة التاريخية في العمارة المملوكية بنشوف فيها برضو المباني من الوكالات والأسبلة والجوامع والمدارس كل الجوامع المملوكية دي دي كانت مدارس بش بس جوامع دلوقتي فضلك جوامع علشان مكان للصلاة لكن في البدايتها كانت مدارس في البدايتها كانت مدرسة وجامع في نفس الوقت وده اللي خليها تبقى مدينة الألف مئذنة زي ما بيقولوا أن كانت بتميزها المأذن ومأذن العصر المملوكي هي دي اللي أطلقت هي دي صاحبة لقب القاهرة مدينة الألف مئذنة كان فيه السبتي كان فيه الدهبي دول كلهم كانوا من العلماء المهمين اللي كانوا بيدرسوا في المدارس دي وكانوا بيشتغلوا بيها والعلماء دول طبعا سابوا أثرهم الثقافي وكتبهم ووائل آخر فبالتالي بنشوف أن هذه العاصمة لهذه الدولة المهمة في الفترة التاريخية دي بنعرفها النهاردة من العمارة لأن هو ده التراث المادي التراث المادي يعني في علم التراث الثقافي في حاجة اسمها التراث المادي والتراث الغير مادي التراث المادي اللي بقى مرتبط بالمنشآت بالعمارة بالحاجات لزي كده التراث الغير مادي بقى ممكن يكون في العادات والتقاليد الحرف اليدوية الكتب اللي كتبت في هذا الوقت فبرضو التراث الغير مادي هو اللي بيحيي التراث المادي لأن التراث المادي ده يعني لما بنتكلم عنه النهاردة كتراث هو قيمة تاريخية وثقافية ومجموعة قيم معينة عاشت واستمرت على مر الأجيال وفضلت موجودة لحد عصرنا ده عشان كده احنا بنسميها تراث فبالتالي علم التراث بيتعامل مع هذه العناصر التراثية كقيم معصرة طورسناها عبر الأجيال وعايزين نحافظ عليها للأجيال القادمة من خلال بقى مجموعة أشياء زي الترميم زي الإدارة زي إعادة الاستخدام فهو ده اللي بيخلينا نحافظ على هذا التراث لقيمته التاريخية والقيمته اللي عايزين نحافظ عليها والقيمته التراثية بشكل عام مش بس الجزء المادي اللي فيه أو الجزء اللي قدر نشوفه أو نلمسه